العشرة لا تهون إلا على أولاد الحرام وليما يعرفون قيمتها اليوم سوف نحكي لكم حكاية خديجة من عين تيموشند خديجة بعدما شاهدت الحكايات التي شاركتها معكم وشاهدت تعليقاتكم والنصائح تواعكم قلت لي ام امير حنبوك حطي الحكاية تاعي باش ينصحوني وفي نفس الوقت يأخذوا منها العبرة ويتعلموا من تجارب الناس القاسية قبل ما نبدأ الفيديو تعليم الشيرات ما تنسوش تدعموني بجام واللي جديدا ولها مرحبا بيك اشتركي في القناة باش يحقق جديد ويا الله الشيرات نبدأ الحكاية تعليم خديجة في عمرها 52 سنة استاذة تاريخ وجغرافيا متزوجة وعندها 30 سنة زواج الزوجتها موظف في الحكومة ومتقاعد بدأت تحكي لي شوية على حياتها في بداية الزواج قلت لي ام امير كيتزوجت بهذا الانسان قلت لي متأمنيش عقلك شعال محترمني وشعال يبغيني وشعال قدم تضحيات على جاني قلت لها كيفاش قلت لي ام امير كيتزوجت به انايا ربي ما ارزقنيش الذرية مدة خمس سنين قلت لي ووالديه كانوا دينها مراهي يقولولها تزوج باش يجيب ذراني وقاع قلت لي هو كان رافض قلهم غيمرتي اللي ما نفردش فيها قلت لي وكيلحقت سبع سنين زواج ارزقني ربي بوالد واحد ومن هادك النهار مزتش حملت والحد الان راح عندي غيوالد ربي خليه لي ان شاء الله قلت لي قا حكاك وصبر معي وبيين لي بلي صح يبغيني وجامي بيين لي بلي بغي ذراري ولا بيين لي بغي يتزوج على جلد ذراري ولا تحت من عينه ولا قلت لي جامي عايشين حياتنا متأمنش عقلك دانيل فرنسا دانيل تسبانيا حوس بيها حتى شبعت قلت لي وما مضروك قلت لي كيكبرنا هو رحمة قاعده قاع قلت لي قلت لي نشرو فيلا في وحرن ونتهنى ونعيشوا حياتنا قلت لي وليت مرة على مرة الروح ليها قلت لي ما زال ما قررناش باش نروحه نسكنه ثمه ونستقره قلت لي ولينا نروحه لهذه الفيلا من الصيف للصيف قلت لي لعلينا ومن بعده قلت لي الزوج تعي قرر يدير مشروع صغير قلت لي قاعد يخمم شوالا مشروع شوالا قلت لي ولي يبيع الحوت قلت لي ولي يشيري الحوت صناديك تاع الحوت ويبيع قلت لي ما نكذبش عليك يا ام امير الخدمة في الحوت قلت لي فيها دراهم وصيرتو من هو متقاعد قلت لي بالصح ولا القارج يحط فيه الحوت وصناديك وقع قلت لي ولا يديلي الريحة قلت لي متأمني ايش عقلك قلت لي قلت لي انا غير هذه الخدمة اللي نخدمها راهي عجبتني ومن اللي كنت صغير نبغي نصيد ونبغي نخدم الحوت قلت لي قلت له جيب واحدة تعاوني واحدة تنقي القارج تعاوني تاني في الدار الفوق وقع انا يا مران ايش نقدر خدامه وتاني يزع ما تعاونها وصائي قلت لي قلت لي قلت لي صحة دبرا راسك حوس انتيك واحدة ونخلصوها قلت لي قلت لي قلت نحوس نحوس ونخمى مش كل جي تعاوني قلت لي حتى تفكرت بنت جوارينا شيرة صغيرة في عمرها 22 سنة نحوس الفقيرة مسكينة وازيت تقرة في الجامعة قلت علي شلا نقول لها جي تعاوني او منطو تعاون نروحا في المصروف قلت لي كادرت معها الشيرة هذه قلت لي واحدة مناراني مخصصة دراهم ورأي نخدمünde عدا كا توفر دراهم وقع قلت لي لعلينا جايت الشيرة تخدم عندي قلت لي ما شاء الله هنقية وخفيفة في الخدمة قلت لي كنروحانايا للخدمة قلت لها لماذا تخدم غير مع العشياء لماذا لا تأتي الصباح او لماذا تأتي الخمسة قلت لها يا ام امير الزوج تعي يجيب الصناديق جوه ثلاثة ثلاثة ونص حتى الريحة لا تطلع عليش الفوق والصناديق لا ينشفوش ملحوت قلت لها تنقيهم كينجي نلقي كل شي نقي المهم الشيرات قلت لها فاتت ايامات على هذه الشيرات سيمانا الاولا الزوجات الثالثة تنقي ما شاء الله قلت لها حتى ولي تنشوف تغيرات على الزوج تعي قلت لي ولا يشكرها بالبزاف يقول لي شيرا نقيا شيرا شابا الله يبارك قلت لي ولا هكا يذكر لي بلي انا كبرت وشوفي هي كي صغيرة قلت لي ليسونسيال ولا يقارن بيني وبين هذه الشيرا قلت لي حتى وليت ندبز معاها نقول لها ما لك وليت كي ما هكا قلت لي قلت لي ولي يزيد معايا المشاكل قلت لي ولي يحوس يفتعل المشاكل معايا لا علينا قلت لي واحدة نهار خرجت من الخدمة بكري قلت لي كي جي تلقيتها في الدار مجمع هو وياها في القاراج ويشربوا في القهوة قلت لي قلت له والله لغاية جات شيرا تخدموا لا جات شيرا تشرب في القهوة قلت لي ورقبي يا ام امير بهدني متأمنيش عقلك قدام شيرا قلت لي ومن هذك النهار بديت نحس بلي راجلي راه يبغي هذيك شيرا وصيرتو كي تبدلت العقلياتا عها معايا قلت لها وكي حسيت كي ما هكها وشفتي بعينك هذي الشوفات شدرتي لشيرا أسكو وجهتها ولا لا قلت لي ما نكذبش عليك ام امير من دك النهار قلت لها ما تعاوديش تجي تخدمي عندي قلت لي وفاتوا يامات وفاتوا شهورا وحنا على هذيك الحالة قلت لي وحدة الخطرة الزوج تعي عيط لي مقلق متأمنيش عقلك حكمه باراج وما كانش رافد الكواغا التوعى قلت لي كي شغول يهدر وهو مقلق بالبزاف قلت لي قلت لي جيبي واحدة ساكوشاره في البلاسة الفلانية وردي بالك تحليها لو كانت تحليها ما تفاهموش قلت لي انا يا ما كنت راح نحلها قلت لي بصح كي شفتها مقلق هكا كوقاع قلت لي ما نكذبش علي كديتها وفي نص طريق قلت لي وكي حليتها قلت لي وكي حليتها ثم كانت صدمة تحياتي باعني قلت لي بلا ما يحوس عليها قلت لي لقيت لي فريد فامي ومتزوج هو وهادي كشيرة في ربع شهر قلت لي وكي قعدت نبحث وقاع قلت لي واجهته وقال لي واهو نتزوج وما تسالينيش قلت لي كي قعدت نبحث وقاع القيتها مسكنها في الفيلاتة اوهران قلت لي شوفي يا ام امير عشرة ثلاثين سنة راحت في شرباما وليت أنا ما نبلهش قعمرة وليت نبله عجوزة وراحوا تزوج عليها بوحدة صغيرة عليها قلت لي تخيل يا ام امير أنا مخليني في تموشنت وقاعد معها ساكن معها في وحران التليفون قاع ما يعيط ليش لو كان ما يعيط ليش ولدهي سقصي عليه ما يهدرش معاه ولا يحوس عليه قلت لي كي شغل دار وكرا عايش معاها ونسينا احنا يا كلي ما كناش قاع في حياته هنا يا الشيرات لازم تاخدوا العبرة من هاد الحكاية ردوا بالكم تدخلوا اي وحدة لداركم سواء كبيرة ولا صغيرة وحاولوا انكم تقسموا الوقت التاعكم على بالي باللي نساء العاملات اللي غالب عليهم يقدروش يخدموا برا والداخل بس حاولوا قدر المستطاع انكم تقسموا الوقت تاعكم وتخدموا وتاني اعرفوش يتدخلوا لداركم ما غاديش اللوم كغينتيا كيدخلتيها لدارك وبلا ما تحوسي عليها وبلا ما تسقصي عليها وقاع اللوم تاني زوجتياعك هذا نكار العشرة رد دي بالك تقعد يتخمي تقعد يتقارني في روحك مع الناس انا كبرت انا منه تقعد يتلومي في روحك وتجيبيها في روحك ويلاجاتك في الصحة بعيد الشر مكانش اللي ينفعك لا راجلك ولا اي احد المهم الشيرات لحقنا نهاية الفيديو ونهاية الحكاية تعليم ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تاخدوا منها العبرة ودروك نقولكم تهلاوا في روحكم نلتقي ان شاء الله في فيديو جديد وحكاية جديدة السلام عليكم اشتركوا في القناة